هذا ما أفهمه من فقه العترة الطاهرة وهذا ما أفتي به لنفسي ولغيري إن كان مقتنعاً بصحة هذا الكلام هناك أمر مهم لابد أن أشير إليه للذين لا يريدون أن يعملوا بهذه الطريقة التي شرحتها ووضحتها هناك مسألة مهمة جداً أنكرها الطوسيون الطوسيون تمسكوا بقاعدة جاءوا بها من النواصب من أن الواقعة فيها حكم واحد بينما عند الأئمة الواقعة فيها أحكام عديدة المكلف بإمكانه أن يختار أي حكم من هذه الأحكام أقرأ لكم رواية من الكاف الشريف وغيرها كثير ووفير عندنا لكن الوقت لا يكفي لقراءة الكثير من الأحاديث الجزء الأول من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة السابعة والثمانين إنه الحديث السابع من الباب الذي عنوانه باب اختلاف الحديث بسنده عن سماعة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بسنده بسند الكلين عن سماعة عن الصادق صلوات الله عليه قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه كيف يصنع فقال يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه وفي رواية أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك هذه القاعدة من قواعد فقه العترة الطاهرة بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك هذه تطبق في حالتين في الحالة التي المكلف يعرف أن الواقعة لها أكثر من حكم فبإمكانه أن يختار الحكم الذي يجده مناسبا لحاله وكذلك حينما يكون هناك أكثر من حديث أكثر من رواية أكثر من حكم نقله أكثر من واحد وهناك اختلاف في ذلك فبإمكان المكلف أن يختار أحد الحكمين هذه القاعدة لو طبقناها فعلينا أن نضع خطين متعاكسين على كل الرسائل العملية للمراجع الطوسيين البتريين هذه القاعدة تقلب الفتاوى قلبا وفقه أهل البيت يستند إلى هذه القاعدة استنادا كبيرا خصوصا عند الذين لا يملكون الفهم الدقيق والكامل لأحاديث أهل البيت بسبب عدم موسوعيتهم الفهم الدقيق هو فرع لموسوعية الإطلاع والحفظ لأحاديث أهل البيت روى حديثنا روى حديثنا بموسوعية أعرف منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا وفهمهم مننا نطبق هذه القاعدة على المسألة التي بين أيدينا المسألة التي بين أيدينا من خلال الروايات المتقدمة هناك صور أربع الصورة الأولى الزوجة لا ترث من الأرض ومن البيوت والبساتين والسلاح والدواب الصورة الثانية الزوجة لا ترث من مطلق الأرض الصورة الثالثة الزوجة التي ليس لها من ولد لا ترث من الأرض الصورة الرابعة الزوجة أكان لها ولد من زوجها أم لم يكن فهي ترثه من كل ما ترك ترث من أرضه ومن بساتينه ومن ماله ومن سلاحه ومن دوابه ومن كل شيء بحسب هذه القاعدة بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك ما هو الأنسب للواقع الأنسب للواقع الصورة الرابعة من أن زوجة ترث من كل ما ترك زوجها في ميراثه وضعت بين أيديكم اتجاهين الاتجاه الأول وهو الاستنباط الشرعي وفقا لطريقة الاستنباط الصادقية روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا الإمام الصادق هكذا قال عن الذي يتصف بهذه الصفة فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكمة هذا الاتجاه الأول وقد عرضت ما عرضت من الحقائق والمعطيات بين أيديكم ووصلت معكم إلى نتيجة واضحة قلت لكم إني أفتي بها لنفسي ولغيري إن أراد أن يعمل بها الزوجة ترث من كل ما ترك الزوج وإذا كان هناك من لا يريد أن يعمل بهذا الاتجاه فهناك اتجاه آخر وهو أن الواقعة لها أكثر من صورة أكثر من حكم وبأي حكم أخذنا لتلك الواقعة فإننا قد نجونا لأن الأمر موسع علينا بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك هذا الكلام أساساً الكلين ألف كتابه وفقاً له في مقدمة الكافي في مقدمة الجزء الأول وهو يقول ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام إلى صاحب الزمان وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله بأي ما أخذتم من باب التسليم وسعك هكذا أسس الكلين كتابه الكافي أقرأ عليكم مرة أخرى ما ذكره في مقدمة الجزء الأول ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام إلى الإمام المعصوم صلوات الله عليه وقبول ما وسعه ما وسعه لنا من الأمر فيه بقوله بأي ما أخذتم من باب التسليم وسعكم الواقعة الواقعة فيها أكثر من حكم وهذا هو منهج الأئمة لكما يفعل الطوسيون البتريون أن يجعلوا للواقعة حكماً واحدة ويدخلون في مسألة معارضة الأحاديث فيما بينها هذا موضوع مبنائي كبير واسع الوقت يجري سريعاً ولا مجال للخوض فيه لكنني أقول لكم من الآخر إذا أردتم الدين فتمسكوا بالبرنامج الذهبي البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة العاملة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إن كنت راغباً في إمامك ترجمة نانسي قنقر